ناصر ماشي ناصر ماشي يعني الجون جون بس ناصر بيعمل حاجة اللي انا كنت بشوفها مع الفرق طبعا ان كابتن حازم امام كان بيعملها كتير انت بيقول لي احنا داخل تقول لي حلويات ناصر ماشي اما هي حلويات فعلا لو في حاجات كده بيعملها صغيرة كده استلمت بالظهر والحاجات ازيه حنركز عليها شوي كان المميز فيه قوي يا من ريحة كابتن حازم امام اللي هو ايه الكرة هي جايلك تبقى محضر انت هتعمل ايه وكي انك شايف بظهرك الحاجات دي بتبقى مهمة قوي حتى لو ما ترجمتش قوي بس لو انت ركزت فيها بتبقى ممتعة قوي يعني هو ناصر فيه الريحة دي تعالوا نشوف الاول ابرز حاجة عملها طبعا الجون يعني لازم نبدأ ما نتكلم على اللعيب ونفرد له حاجة فنبدأ بالجون ابرز حاجة طبعا على فكرة احنا كلمنا في الجون هنا عن التك تك وكذا كنا بنتكلم على التحرق بس بص هنا الكرة برضو مسهل على فكرة يعني في النهاية مع التمرير كان فيه ضغط هنا فيه اربعة من لعب الاتحاد والعب الاتحاد عامل تاكلينج القرار ما يميز ناصر هنا في الكرة دي انه اخذ القرار وهي جيانه انا حشود بالطريقة دي مفيش حتة بتاعت انا ممكن اوقف انا ممكن اعمل القرار هو ابرز ما في الهدف وده اللي ميز الجون من ناحية ناصر احنا شرحنا التاك تك ممكن نشرح حركة الجزيري ونشرح اسيست عمر جاء كل ده يتشرح بس فكرة القرار الواحد هنا دايما منطقة الجزاء بتحب دايما القرار السريع تعال بقى نشوف فكرة القرارات التانية بص هنا برضو القرار ناصر بضهره بيلف في المية وتمانين درجة واخذ القرار الحتة بتاعت ان انت نرجع المعلش اللي هو ايه وانت بضهرك انت عارف انت هتعمل ايه يعني ارجع لي هنا كده هو هنا وهو بيستلم بضهره اللفة بتاعت ناصر بيلف يا كريم كأنه بيلف بسهولة قوي يعني فيه لعبة بتلف هو يلف دايما على كعب رجله فيه لعبة بتعاني قوي في اللفة والاستدارة دي ناصر بيلف المية وتمانين درجة في اقل من الميلي سكند وعلى طول وبيلعب على طول وتحس ان هي بالرشاقة والمرونة اللي عنده دي اللفة سهلة قوي فهي ده صناعة الفرصة هنا جاية من الترن اللي عمله بيعمله بشكل وبيعمله بشكل سلس قوي حيبان بعد كده انا هوريها لك في لقطات تانية يعني اللفة بتتم بمنتهى السهول تعال نشوف هنا بص بص هنا الفكرة بص هنا بيباص ازاي سلام وهو بيستلم عارف هو هيعمل ايه بيباص تحسوا كأن الكرة خبطت فيه بس هي طبعا ما خبطت لا لا ازاي عملها ورايح نفاهم طبعا اما نفاهم ورايح لعبد الله هو عبد الله اللي ما تخلع حلوش في الوقت المناسب شوية يعني هنا عبد الله كان المفروض دلوقتي بقى تطلع عبد الله تأخر فيها سنة صغيرة علشان كده يمكن هي اتقطعت لان عبد الله كان عايز يعني يتأكد حاجة صغيرة فاتقطعت بس هنا انا بكلمك على نبص تاني بعد كده برضو على نفس الفكرة تاني هنا بص بص انا عايزك ترجع تاني اللي هو هو بيستلم مفيش الوقت بتاع هنا همان مش شايف سيف هنا بضهره سيف ضهره 100% ناظر ما خدش الوقت يعني لو خد وقت عشان يبص السيف سيف يبقى تسلل على طول هو هنا وهو بيستلم بيلفه وبياخد الباص نفس الفكرة اللي حصلت في القائد اعلي اللي هو انا بلعب الكرة لسيف وانا عارف ايه اللي حيحصل هنا ده اللي هي بقى الحلويات بقى اللي بتبقى في الكرة اللي وانت بضهرك تبقى شايف او انت بضهرك واخد القرار وانت بضهرك بتعمل عايز ايه واللفة بتاخدش منك حاجة وقولك حاجة فيه لعيبة كتير في مصر بتلعب حلو بتلعب كرة كويسة بس يبقى عندهم دايما مشكلة في القرارات قرار التمرير قرار التسويق عنده مشكلة فيه محضر مش محضر مش عارف هو ايعمل ايه هو اه انا لعيب حريف اه انا لعيب كويس بس نيجي عند القرارات تلاقي القرارات سيئة جد انا عايز اقولك يا كريم ان انا ممكن افصللك بين القدرات والقرارات فيه لعبة كتير يبقى زي ما انت قلت كده وفيه لعبة بالعكس ممكن يبقى لعب مش جامد قوي بس عنده حطة القرار ده بيبقى محضر يعني معروف يوسف مكانش لعب قوي تيكنيكا العادي بس دايما كان بيبقى محضر البص وجاه له من ايه اما اللعب بقى بيجمع ما بين ان عنده مهارات وعنده قرار متخضر بيبقى ايه تلاقي حازم امام تلاقي حسام غالي اللعب اللي هي كانت بيبقى عندها تيكنيكا العالي لو تزنق بيعمل حاجة في نفس الوقت والكورة جايله عارف هو بيعمل فيها ايه بتلاقي استايل بقى فرجاني ساسي وحازم والناس اللي هي والكورة جايلهم عارفين بيعملوا فيها ايه في نعيبة تانية ممكن مش جامد قوي يعني مثلا بوتياب مش لعب جامد خالط بس تلاقيه محضر معروف يوسف مش لعب جامد بس تبيت له محضر اللعيبة ما بيجمع بين اللي اتنين فانا عشان كده انا بقول لك ناصر ناصر ده ناشئ اهلي فعنده الحتة بتاعت اللعب الاندية جامهرية يمكن الفترة اللي قضاها كتكوزها في سبوح كتكوزها في شو شر بس فكرة اللعب الاندية غير جامهرية ساعات كتير بتاخد قوي من اللعب اللي تحود على اجواء المنافسة ممكن ناصر يبقى الميا بتاعت الزمالك هي بالنسبة له عامل زي السمك اللي لقيت الميا بتاعت فكرة ان انا بنافس فكرة ان انا بتنجم فكرة ان انا بلاقي البروزة اللي شغلي ساعد ده ده راح المنتهب واختار منوز جدا من كابتل حسام حسن ساعد ده بيد الاكسوجين للعب اللي يتعود على كده طول عمره يعني فيه احيانا انت ممكن تعمل الكرة دي مرة واتنين في فيوتشر محدش يقف عليها يعني تعملها في فيوتشر وفي اسمها حدش يقف عليها اللعب اللي بيبقى زي ناصر وبيعمل حاجات دي بيبقى حايز دي عايز دايما يتبروج ممتاز